اشتركوا في القناة ناصر بن ميرزا رئيس الاتحاد الاردني للجيوجسو وسعدت السفير احمد الرويعي سفير مملكة البحرين لدى المملكة الاردنية الهاشمية وعدد من كبار المسؤولين بسفارة مملكة البحرين لدى الاردن واكد سموه على عمق العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين قيادة وشعبا التي جسدها عمق التواصل الاخوي الوثيق بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وما تشكله هذه العلاقات من ترابط وتلاحم الذي انعكس بصورة واضحة على علاقات الصداقة والتعاون الكبيرين بين الشعبين ووصل سموه حديثه قائلا ان بطولة بريب ليست مجرد بطولة بحرينية فقط بل هي تسير وفق الخطة التي رسمناها لتكون ماركة عالمية تنافس مثيلاتها من بطولات المحترفين لفنون القتال المختلطة حول العالم فهذا الهدف يضعنا امام تحدي متواصل لتحقيقه لنحن واثقون اننا نسير في الاتجاه الصحيح الذي يجعلنا في المقدمة وفي منافسة مستمرة مؤكدا سموه ان الجهود ستستمر من اجل تعزيز ثقافة فنون القتال المختلطة في الشرق الاوسط واعرب اسم الشيخالد بن حمد عن سعادته بالمشاركة الواسعة التي تشهدها هذه البطولة عبر تواجد اربعة وعشرين مقاتل محترف من ثلاثة عشر دولة من مختلف بلدان العالم متطلعا سموه ان تتحقق لهذه البطولة النجاحات الجديدة التي تضاف للنجاحات السابقة والتي كان اخرها بمملكة البحرين في نوفمبر الماضي حيث وقيمت منافساتها بالتزامن مع احتضان البحرين لمنافسات النسخة الرابعة من بطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواء والتي نظمها الاتحاد الدولي والتي لاقت نجاحا كبيرا ساهم في تعزيز مكانة البحرين المتقدمة على مستوى هذه الرياضة اشتركوا في القناة